اتكلمنا قبل كده ازاي الواحد يشتغل من جوه مش من بره. احنا عمتا بنشتغل من بره. بمعنى ايه? بندور ان حد يغير طريقته معنا? او بندور ان حاجة تحصل لنا. بمعنى مثلا لو انا عندي بشتغل ومديري او مديرتي بينتقدوا جامب جدا فهبدور ان هما ياريت يتغيروا. ادور على شغل تاني عشان مش عايز حد ينتقدني او اقول ياريت هو يمشي او اشتكي يعني بنبتدي ندخل في حاجات رهمت ساعدتي بقت ساعدتي عنده هو. بقى هو اللي بيتحكم فيا. لو في يومه بتسم يومي سعيد. لو في يومه كشر يومي وحش. فبالتالي من غير ما نحس لو انا بدي قوة بتاعتي لحد تاني. ممكن اربط ساعدتي ان انا لو جبت عربية. لو جبت شقة. اه لو جوزت. لو حاجات كتير جدا كلنا بنربط ساعدتنا بيها. بس ربطت بحاجة براية. وكتير جدا اعتقد اغلبنا اتعرض للموقف ده. لما بيجيب حاجة هو نفسه فيها قوي. ممكن يفرح يوم يومين وبعد كده الحاجة بتفقد بريقها. فطول ما احنا بندور على حاجة من برا تدينا السعادة او الراحة اللي احنا بندور عليها. ما بنوصل لهاش. وبالعكس بنفقد قوتنا. لان بقت قوتنا عند كل حاجة. عند الممكن عند البقال. لان لو البقال صبح حالية بشكل يدايقني وانا الخزان بتاعي كان فيه حاجات بتخلي الكلام بصوت معين او بشكل معين يسبب لي ازعاج. يومي ممكن يبوز بسبب حد اتكلم معي كده. انا وصعب ان احنا نتحكم استحرا نتحكم في العالم يعني. حمش حرمش نقول الناس من فضلكوا كلموني بالاسلوب ده. لان كتير جدا ممكن نلاقي شخص منتقد او شخص سخيف او احنا بنسميه سخيف. واتنين يبقوا معاه. وحد يبقى سعيد قوي بيه ومش شايف هزيه السخاف على الاطلاق. وحد تاني مش طيقه. فبالتالي احنا بناخد المشاعر دي حاجة يسمع شخصنا. بنشخصانها. بنعتبر انها جد ضدنا. في قويات شخص ممكن يبقى فعلا غلص. يعني مش غلص. بيبقى شخص منفعل. ويزعق. انا اقول اهو ده زعقلي. يبقى ازاي انا بشخصا في حاجة زي كده. هو الحقيقة لو حد تاني اتحط في الموقف ده في اللحزة زي. هيزعق له برضو. يبقى الشخص الخزان بتاعه وصل لمرحلة كبيرة جدا. فعلا مش شايف قدامه. وده اللي احنا بنقوله. انا مش شايف قدامي او مش عارف انا بعمل ايه. وكتير قوي لما بنرجع نفسنا بنزعل. وممكن ما نفتكارش حتى ان احنا دايقنا حد تاني. وانا ينكر برضو بحاول ابدا عن كلمة دايقنا حد. انا مش معنى كده ان احنا نتكلم مع الناس بباواخة ولا ان احنا اه مش محترمين او اه مش بنحط حد في اعتبارنا. لو احنا حطنا نفسنا في اعتبارنا. وفضينا الخزان بتاعنا. فضيناه بحيس النقل. افكركم بنفضيه ازاي? اقرب الشعور. احاول بعد كده ما تخنقش معاه. واشغل نفسي لحاجة تانية. لو احنا بتدينا اه نعمل ده بشكل دوري مش هنلاقي ان احنا وصلنا للمرحلة اللي بنفرقع فيها اه في ناس تانية. وفي اوقات برضو اه مهم جدا ان احنا نعملها للناس اللي عندها بتبقى مشاعر بسنا جمدة جدا. في اوقات ببقى الشعور قوي محتاجة ان احنا نفرق الشحنة العاطفية بتاعته. احنا مع الاسف بنفرقها في اللي حوالينا او بنكسر حاجة او بنتخانق. نتعلم بقى مثلا اروح قوضة الوحزة اعمل حاجة اجري. بحيس ان انا المشاعر دي بتفضلش جواي وتفرقع في اللي حوالي.